موسيقى موسيقى دخل الجيش يوم أمس على البلد كان فيه إحدى الإصابات موجودة في حارة الغرب رحنا نطولها أنا واثنين من الزملاء من المسعفين اتفاجأنا الجيش متخبم مش مبين أعطاني رصاصة تحذيرية بين إجري جد أسحب الشاب مالية التطلق الجاي في مواطق اليمين صرت أولى للمسعفي معاي أنا اتصابت وحشرتني في منطقة مغلقة لساعة ما أجوا الشباب في صيهات الإصعاف أحملوني وقلت لهم بلغوا إشجاة رسمية تبعيته هي الإغاثة الطبية مباشرة رفعت الفون من ضابة الإصعاف جرير أناديله بجهاد وبعدها أنا لقيت حالة بالمستشهر فيه دي تحت لباس الإصعاف وتحت كل إشي أطلق النار علينا بنور رحمة وكان فيه مسافة بعيدة بين وبين جنود الاحتلال كان فيه مسافة أكثر من 200 متر رحنا نطولها أنا واثنين من الزملاء من المسعفين تفاجأنا الجيش متخدمي مش مبين أعطاني رصاصة تحذيرية بين إجري جد أسحب الشاب مالية التطلق الجاي في مواطق اليمين سنة أولى للمسعفين معاي أنا تصابت وحشرني في منطقة مغلقة لساعة ما أجل الشباب في صيحات الإصعاف هي الإغاثة الطبية مباشرة رفعت الفون من ضابة الإصعاف جرير أناديله بجهاد وبعدها أنا لقيت حالة بالمستشهر فيه دي صحيح نقول الحمد لله في وجهة بس خفيف مباركي استهداف مقصود يعني هذه الجرائم اللي برتكبها الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملياتهم العدوالينية في المدن الفلسطينية وخاصة اللي بيستهدفوا فيها التواقم الطبية والصحفيين ليست جديدة احنا يعني عانينا من سنوات طويلة من هذا الاستهداف اللي تركز على المسعفين تركز على الأطباء وسقط شهداء من الأطباء والمسعفين عدا عن الاعتداء على سيارات الإسعاف في التواقم الطبية بشكل عام والمستشفيات حتى المؤسسات الصحية كان يتم الاعتداء عليها اليوم الجمعة في هاي العملية العدوانية كان عملية الاستهداف أكثر وضوحا حمزة وهو مسعف من مسعفين الإغاثة الطبية تلقى استغاثة من أحد المصابين في داخل البلدة القديمة وكانوا موجودين طاقم من طواقم الإسعاف تاعة الإغاثة الطبية وتوجهوا نحو هذا المصاب أثناء محاولتهم يعني محاولة حمزة نقل المصاب من مكان إصابته قام أحد الجنود بإطلاق نار مباشر وباستهداف مباشر اتجاه حمزة مما أدى إلى إصابته إصابة خطرة وهضح أنه هذا الإطلاق النار كان الهدف منه هو القتل وليس يعني الإصابة في مكان يعني لا يشكل خطر على حياة حمزة إحنا لن نقف مكتوفي للأيدي وحتى إحنا منتشاور مع أهل حمزة ووالده وأخوه وخاله بأنه ممكن نرفع قضية حتى في المحاكم الإسرائيلية على هذه الجريمة اللي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المسعف حمزة دون أي وجه حق وشكلت خطر على حياته كما شاهدتم أنتم يعني ربنا لسطر والحمد لله أنه يعني الآن حالته بدأت في الاستقرار ونتمنى أنه يعني نتمنى للشفاء الكامل ويعود لأسرته لأهله ولأصحابه وأصدقاءه زملائه في الإغاثة الطبية ويكمل مشواره كان يعاني من أثر طلق ناري في الخاصرة اليمنى وكان يعاني في هبوط حد في العلامات الحيوية أدخل فورا إلى غرفة العمليات تبين أن هناك تهتك في الكبد والجرح في المثاني نعم تم عمل اللازم وهو الآن قيد العلاج والمراقبة في قسم العناء المركزة في مستشفى رفيديا تم إصلاح الكبد هناك أيضا كسور في القفص الصدري عدة كسور يعني رأينا إصابة بليغة بإعراض لم نراها سابقا في مثل هذه الحالات استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والطواقم الصحفية وحتى المدنيين أمر واضح استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وللطواقم الطبية والإسعافية والطواقم الصحفية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحصن خلف قرارات وحماية من حكومته ومن أعلى المستويات الإسرائيلية وأن الجندية الإسرائيلية الذي يقوم بهذا الفعل محصن من المتابعة ومن العقاب ما يتطلب ضغطا دوليا من أعلى المستويات لوضع حد لمثل هذه الجرائم من مستشفى رفيديا في نابلس سامر إخويري وكالة جيميديا ترجمة نانسي قنقر